مرحبا بكم في إشارة سي بيز اليوم سوف نقدمكم سموتي بحليب اللوز والتمر والأناناس احتجوا في مقاطق ترود الحليب اللوز اللي فانت اللي حضرت معكم هتلقى الرابطين في أسفل الفيديو هنحتجون نية جنجلان محمر هذا اللوز اللي كنا حيدنا من الحليب اللوز إذا كنت شتوا الفيديو هتلقوني نصفيتوا منه هنالك لا تردوه هنالك لا تردوه في العاصع او سموتي نحتجون 100 جرام زرية الكتان بحمرة وهي كان صهدوه ماشي كان حمراء لان الضغية كانت تحرق نحتجون 100 جرام ديال التمر و100 جرام ديال الأناناس هذا الأناناس انا ندرت المعلب ممكن تديروه اذا لم تردوه المعلب تديروه مجدد انا اخذو حليب اللوز نزيدوه لديه ذاك اللوز والاستيقص و نضيف الضغية ونضيف الضغية ونضيفه نويه لانه من المعلب الأسل ونضيفه ممكن نضيفه الصكر لدينا نقصة ونضيفه ثلاثة نجلان وزرعة الكتن نضيف كل شيء حتى ينسى جميلة ونصر كل ملعنة وزرعة الكتن نضيف الكتن نضيف الكتن خلافة مرحة نضيف حتى نضيف الكتن وشكولات الأبيض وصف الزموتيات المغذبي مياه وصحي وابعد الكثير من حلقة تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة